إذا تحدثنا عن فترة زمنية هي غاية في الأهمية هي تروى من خلال النقلات أتحدث هنا عن فترة الستينات والسبعينات الميلادية انتحدثنا عن الرياض على وجه التحديد كثير يقولون لنا أنه هالرياض من أول في تلك الفترة كانت تعيش عصرا مزدهرا من مرحلة ما يعرف بالانفتاح أو مقدمات لهذا الانفتاح لكن سرعا ما أتت ما يعرف بحاجة شايمان أو صعود طيارات الإسلام السياسي والحركة في عام 79 إلى الجوفة أثرت على المشهد العام ممكن تحددين لطبيعة المشهد أنذاك كيف كان وضعه أنا من وجهة نظري المسألة تختلف في تصوري أن الستينات والسبعينات تحمل وجهين متضطين قد تكون حقيقة في ذاك الوقت كانت هناك أشياء منفتحة وتبشر بمزيد من الانفتاح ولكن أيضا كانت هناك جوانب مظلمة موجودة في تلك الفترة أعطيك مثال بالنسبة للوضع المرأة المرأة في الستينات يعني عقد الستينات يعتبر عصر نصر للمرأة لأنه فتتحت في مدارس البنات دخلت فيه المرأة سوق العمل لأول مرة عقد السبعينات عقد كان فيه ابتعاث للمرأة يعني حسب ما هو يعني سجلة التاريخ أنه أول مرة ابتعثت فيها المرأة للدراسة خارج المملكة في السبعينات كانت تبتعث الطالبات لدراسة الطب في باكستان كلية الطب للبنات هناك فكان بالنسبة من هذا الجانب كان يعتبر عقد أو مرحلة انفتاح وتقدم لكن في الوقت نفسه تجد أن اعتراضات على افتتاح المدارس كانت موجودة في الستينات حملات كبيرة ضد تعليم المرأة عندما نقرأ الخطاب الثقافي خلال الستينات والسبعينات يعني نجد مادة كبيرة وواسعة في الهجوم على تعليم المرأة على عمل المرأة على جوانب كثيرة يعني كانت تعارضها معارضة في إطار ديني ولا إطار اجتماعي؟ الجانبين طبعا هو حتى لو كانت الفئة المحافظة الفئة التقليدية غالبا يتوهمون أن هذه المشاعر المحافظة عندهم هي بسبب الدين أو ينسبونها إلى جانب ديني مثلا كانت هناك اعتراضات على افتتاح مدارس متوسطة بعدما افتتحت المدارس الابتدائية وأصبحت حقيقة واقعة صارت هناك اعتراضات أنه لا تفتحون مدارس متوسطة المرأة يكفيها التعليم الابتدائي لا تتوسعون في منهج التعليم المرأة ما تحتاج يعني كان هناك حتى كتاب معروفين مثل أحمد جمال الله يرحمه محمد بشميل لأظن كان له كتاب مشهور في ذاك الوقت اسمه لا يا فتاة الحجاز وما كانك تحمدي هذه الكتب كانت مليئة بالاعتراضات على فإذن يعني ما نستطيع أن نقول أنه كان عصر أو عقد الستينات والسيئينات كان خاليا من التشدد أو من رفض التغيير رفض التغيير موجود لكن طبيعة الإرهاصات ما كانت توحي بهذا الشيء في حالة انفتاح قادمة قريبة وما إلى ذلك؟ كانت من ناحية التعليم يعني وجود تعليم للمرأة وشق طريقة هذا مبشر بالخير واستمر يعني الصحوة ما استطاعت أنها تكبح زمام تعليم المرأة وهذا أكبر نصر الحقيقة للمرأة أن تعليمها لم يتوقف لم يتراجع بل استمر فهذا رغم وجود حالة الممانعات التي استمرت بين انحسار والصعود وكانت أنا في تصوري إنها كانت في الأشياء الثانوية لم تكن في الأشياء الجوهرية الأشياء الجوهرية بالنسبة لي أنا كما أراها التعليم لم تستطع أن تؤثر على التعليم فهذه ربما تدخل أو التيار الصحوي مثلا تدخل في الكتب المدرسية في تغيير محتوى الكتب هذا صحيح أثر على الفكر ولكن هذا جاء فيما بعد يمكن في الثمانينات لكن في السبعينات في الستينات لم يظهر هذا الشيء